تحقق السلطات العراقية في تسرب نحو خمسين ألف باكستانيين إلى سوق العمل داخل البلاد من دون تراخيص بعد دخولهم بصفة سائحين خلال الأيام الماضية فيما أثار الخبر الذي كشفت عنه إسلام أباد استغرابا لدى الأوساط الشعبية لما يترتب عليه من مخاطر على الأمن القومي والاقتصاد المحلي وقالت وزارة العمل العراقية في بيان إن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم باكستانيون إلا أن عديدا منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل من دون التصاريح القانونية المطلوبة فيما أشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل معربة عن قلقها واستنكارها تزايد عدد العمال غير القانونية في البلاد وكان وزير الشؤون الدينية الباكستاني شهود ريسالك حسين كشف في وقت سابق عن اختفاء نحو خمسين ألف باكستانيين في العراق خلال زيارة عشراء